أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ترقص اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في مقر مجلس الوزراء في مدينة العالمين الجديدة وقررت اللجنة إجراءات جديدة هيبدأ تطبيقها من يوم 26 يوليو الجاري منها استمرار غلق الشواطئ والحضائق العامة وهيتم بعد عيد الأطحى دراسة إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية للحضائق والمتنزهات اللي ليها تذاكر دخول لسهولة التحكم في عدد روادها من خلال التذاكر سمح قرار للمقاهي والكافيتريات والمطاعم بالعمل لحد الساعة 12 بالليل مع غلق المحلات التجارية والحرفية والمولاد الساعة 10 مساء وزيادة نسبة الإشغال لـ 50% من الطاقة الاستيعابية لكل المطاعم والمقاهي مع التأكيد على تطبيق الإجراءات لاحترازية واستمرار تطبيق نسبة الـ 25% على السينمات وعلى المسارح ترجمة نانسي قنقر